قوله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق المراد بالمشرق مشرق المدينة المراد بالمشرق مشرق المدينة ومن كان في المدينة وأشار إلى جهة المشرق فإنه سيشير إلى جهة بلاد فارس سيشير إلى جهة بلاد فارس هذه هي البلاد التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رأس الكفر ومن نظر في التاريخ رأى أن أشد الحملات ضد الإسلام وضد المسلمين إنما جاءت من جهة بلاد فارس فإن الحروب التتار وأهل البدع وأهل الفرق وأصحاب الاتجاهات المنحرفة إنما يأتون من تلك البلد بل حتى في آخر الزمان إنما يخرج الدجال ويتبعه سبعون ألف من يهود أصبحان وهي جهة بلاد فارس مسألة ذكر أن رأس الكفر في جهة المشيق لا يعني أن كل هذه الجهة وأهل هذه الجهة أهل سوء وأهل ضلال فإن هذه البلاد جهة بلاد فارس كانت في يوم من الأيام هي بلاد السنة ومنها علماء السنة ومنها علماء كبار مشاهير خدم الدين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه سمة بحسب ما يغلب على تاريخ الأمة الإسلامية مصداقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا نستفيد من نقاعدة أن الفضيلة على العموم والنقيصة على العموم لا تعني ثبوتها على الخصوص يعني نحن نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صح ولا لا لكن في القرن الذي كان بعد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم ما مات الرسول ظهرت حروب الردة في القرن الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم ظهر أكثر من مدعي للنبوة صح ولا لا ظهر أكثر من مدعي للنبوة